من حلقات التوعية اللي أنا تكلمت عنها ومحتاجين نتعلمها هو أدب الخلاف والليل إن شاء الله تعالى حكي لكم عن قصة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيها الصحابة كيف يتعاملوا معها وكيف كان حكم النبي وحنقارنها لو القصة دي حصلت في عهدنا وفي زمننا ده كيف كنا حنتعامل معها وكيف كان وسلوبنا طالحا رجليل يحييكم في إحدى حلقات التوعية المحتاج لها في السودان السلام عليكم والقصة حصلت في السنة الثامن عشر لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السنة الخامسة للهجرة وبالتحديد القصة حصلت في غزوة الأحزاب حينما تحزبت قريش والأعراب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وقبل أن يصل الأحزاب إلى المدينة تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود بني قريضة لحماية المدينة من الخلف فتعاهدوا على ذلك ووضعوا العهود والمواثيق أن لا ينقضوا هذا العهد وأن يحموا ظهر المدينة فحفر النبي وصحابته الخندق فكان حاجزا من الأحزاب لدخول المدينة لكن اليهود خانوا العهود ونقضوا المواثيق وتحالفوا مع المشركين هنا أبتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا والأكثر من كذا أنه كان في انسحاب من المنافقين وبعض المتخاذرين للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا ثابتين مع النبي ثبات الجبال ويصف الله تعالى هذا المشهد في القرآن قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك أبتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة لكن بفضل الله وحمده أدت ملائكة لم يروها فشردت اليهود والمشركون وانتهت بذلك غزوة الأحزاب بفرار قريش فرجع النبي وصحابته إلى البيت أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وحاول يضع ملابسه وسلاحه طرق عليه الباب صحابي جليل هو دحية فاستأذن فأذن له حينما دخل إلى النبي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس دحية وليس الصحابي إنه جبريل يأتي في شكل بشر ودحية الكلب ده كان من أجمل الصحابة في خلقه وشكله لذلك كان ينزل بشكله جبريل فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أوضعت سلاحك؟ قال النبي بلى المعرض انتهت يعني المشركين هاربوا قال له فإن الملائكة لم تضع أسلحتها حتى تنالوا من بني قريضة اليهود الغدر بيك فخرج دحية الكلب من عند النبي صلى الله عليه وسلم استعجل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس الثياب الحرب من جديد ثم خرج ليجد الصحابة ينتظرونه لأداء صلاة العصر فقال لهم من رأيتم؟ قالوا رأينا دحية يتوجه نحو ديار يهود فقال لهم ذاك جبريل يقول لي أن الملائكة لم تضع أسلحتها حتى تنالوا من بني قريضة فمن كان يؤمن بالله ركزوا معاي فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريضة الصلاة ما ستكون في المدينة ستكون في ديار بني قريضة وانطلق النبي فانطلق الصحابة من خلفه لكن الطريق كانت طويلة بين ديار المسلمين وبين ديار اليهود وكان سيضيع وقت العصر في الطريق هنا اختلف الصحابة بين أن نصلي العصر في الطريق وبين أن نصلي العصر بعد ما نصل ديار بني قريضة الفريق الأول من الصحابة قال أمرنا رسول الله أن نصلي في بني قريضة يعني نصلي في بني قريضة تطبيق بالضبط إن شاء الله نصلي العصر مع صلاة المغرب ولا مع صلاة العشازات بينما الفريق الثاني قال أمرنا رسول الله أن نصلي العصر في ديار بني قريضة نسبة للاستعجال ونحن مستعجلين الحمد لله وما قصرنا وصلاة العصر على وقتها أهم وأبلغ فصلوا العصر في الطريق ثم ذهبوا نحو ديار بني قريضة لكن الفريق الأول كان متمسك بيراي وقال نحن نطبق التعاليم النبي بالحرف هنصلي في ديار بني قريضة نصلي في ديار بني قريضة وفعلا صلوا العصر بعد أن وصلوا إلى ديار بني قريضة وكان وقت العصر قد انتهى وانقضى وبكل بساطة ذا الخلافة كان في عهد الصحابة لكن كان يقيم بين أظهرهم رجل لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تحاكم إليه وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكل حكى بفهمه وبما صنعه كان رد النبي صلى الله عليه وسلم للفريق الأول أنك قد أصبت بفهمك وفعلت الصواب وللفريق الآخر أنك أيضا قد أصبت بفهمك وفعلت الصواب يعني الفريقين كان فعلهم مختلف ورأيهم مختلف وتصرفهم مختلف لكن الاثنين كان حكمهم صحيح بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو القصة دي حصلت في عهدنا وفي زماننا كنا حنقول علهم شنو الفريق الأول الفريق المتبع للسنة حرفيا كان حيقول نحن الصح ونحن نتبع يا شرع النبي صلى الله وسلم وإنتوا ما عرف إنكم تتبعوا شنو نحن كلامنا كلام النبي وفعلنا فعلة النبي ولا ننهج ولا نتلفظ إلا بما يقول النبي لكن الفريق التاني ده يتبع شريعة تانية منهج تاني عنده فكرة تانية وهم مبتدعين وهم ضالين وهم نحزرون منهم وديل لا يؤكلوا ولا يجالسوا ولا تكون بينهم أي قرابة ولا تكون بينهم أي صلة قمة في الفضابة وقمة في المخالفة أي زل أنت بتخالفه معناته هو ضد رأيك معناته تكون مسألة وحرب شخصية وكأنما نحن شعب وهم شعب لكن أنا في فهمي وقناعتي الشخصية دام إنه مسلم أكيد هو بيتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحرى الحق لكن عنده فهم مختلف ليه فهمي فإما هو صواب وأنا خطأ أو أنا خطأ وهو صواب أو ممكن نكون الاثنين على صواب والاثنين فعلا صحيح وفعلا حق لكن بعد ذاك نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه لكن الشخص المخالف ليه إذا ما قبل رأيي وما قبل منهجي وما قبل فكرة ولو فكرته ولو منهجه ولو طريقته ولو يتبين ليه والحق الصحيح الطريق الواضح بالتأكيد واقتنع به أكيد حيكونه أول السباقين له وأول الملتزمين بهذا الطريق لكن من حكمة ربنا جعل لكل شخص فهم وعقل يختلف ويمتاز به عن الآخر ممكن يؤديه للفكرة الصواب وممكن يوريه للطريقة الغلط وممكن كلنا نمشي للطريقة الصواب لكن بطرق مختلفة أنا إذا خالفتك سأعرض لك فكرتي وسأعرض لك منهجي وسأعرض لك فهمي إذا أنت قبلته كان بها ما قبلته سأحاول أعرض لك بعض الأدلة من القرآن والأحاديث وأفعال السابقين والعلماء وأصحاب المناهج ونطرحه فيما بعض وكذلك سيعرض لي برضو كأنه هو الفكرة الصحيح وأنا متأكد في قرارة نفسي أنه يبحث عن الحق وأنا أبحث عن الحق لكن اختلفت رؤانا وأفكارنا فإذا أنا قبلته ومشرت بيرايه الحمد لله بعد ما يكون الحق يتبيل لي أنه عنده أول حق يتبيل لي أنه عندي وفي فهمي ويصير في منهجي لكن إذا هو ما اختلف معاي وما قبل بيرايه وأنا ما قبلت بيرايه فإنك لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار وإنك لا تهدي من أحببت ولو كنت فضا غليظ القلبي لن فضوا من حولك وفي الأخير لو كان كلامي ذا صح أكتب لي التعليق وأنشر الفيديو حتى يعمى الصواب للناس جميعا ولو كان كلامي ذا أنت شايفه غلط خش ألي في الواتساب في الخاص وأدي نرايك الصواب اللي أنت شايفه من ناحيتك احتمال يكون الصواب عندك والخطأ عندي وبعد ذاك ربنا يهدينا للطريق السليم إلى ذلك الحين كونوا بخير طلحنا الرجالي ليحييكم السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر